وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله حياكم الله جميعا عندي مجموعة اتصالات من اللقاء السابق الأخت زهرة من الجزائر بارك الله فيها سألت تقول ما هو العمل الفاضل بين المغرب والعشاء تقول أبو صلي أم أقرأ القرآن أخت زهرة بارك الله فيك بالنسبة لما بين المغرب والعشاء هذا وقت ليس من أوقات النهي بالنسبة لصلاة النافلة ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ما بين المغرب والعشاء كما جاء في حديث حذيفة وغيره وكان كثير من الصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحيون ما بين العشائين يعني ما بين المغرب والعشاء ولذلك الأمر على القدرة والاستطاعة وعلى ما يرى الإنسان فيه صلاح قلبه إن شاء قرأ القرآن وإن شاء صلة وإن شاء زار أرحامه مثلا المهم يشتغل الإنسان بعمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أم راشد من عجمان بالأمس تقول بأنها دخلت في صلاة المغرب في الركعة الثالثة مع الإمام تقول كيف أكمل الصلاة؟ أختي أم راشد الله يرضى عليك إذا أدركتي الركعة الأخيرة مع الإمام فإنها بالنسبة لك الأولى فإذا تشهد الإمام جلس يجب عليك أن تجلسي معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه ولذلك تجلسين معه ثم إذا سلم تقومين تقضين صلاتك فتأتي بركعة ثم تجلسين للتشهد الأول لأن جلوسك مع الإمام إنما هو لموافقة الإمام وليس هو تشهد لك لأن هذه هي الركعة الأخيرة بالنسبة للإمام فلما تأتي بالركعة الثانية تجلسين للتشهد وبعدين تقومين وتأتي بالركعة الأخيرة ويكون عندك في هذه الصلاة ثلاث تشهدات التشهد الأول اللي أدركتيه هذا سنة غير محسوب عندك تشهد الأوسط اللي هو واجب في الراجح من قول أهل العلم وعندك تشهد الأخيرة الذي هو الركن أم راشد تسأل عن دعاء الاستفتاح تقول هل يكون في جميع الركعات مثلا في قيام الليل وغيرها نعم يختلف هذا أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح حكمه سنة في قول جماهير أهل العلم ذهب بعض العلماء إلى وجوب لكن الراجح بأنه سنة دعاء الاستفتاح سنة كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره الأمر الثاني أن مكان دعاء الاستفتاح في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام فلما يكبر الإنسان لتكبيره يقول الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح مثل سبحانك اللهم وبحمدك أو مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو مثلا وجهت وجهه الذي فطر السماوات الأرض إلى آخره بالنسبة لدعاء الاستفتاح كل صلاة فيها سلام يستفتح في أولها ولذلك الآن صلاة التراويح كل ركعتين فيها سلام إذن تستفتحين في أولها تستفتحين في أولها فالفريضة يستفتح فيها والنافلة يستفتح فيها وبالنسبة لدعاء الاستفتاح لو تركه المصلي صلاة صحيحة والحمد لله لكنها ناقصة ناقصة لسنة من السنن أم راشد تسأل عن صفة وضوء المرأة بالنسبة لمسح الرأس تقول كيفية أول شيء المضمضة والاستنشاق وكيفية مسح الرأس أختي أم راشد الله يرضى عليك وبارك فيك خذها قاعدة وضوء المرأة كوضوء الرجل سواء بسواء هذه لا بد أن يفهمها النساء وضوء المرأة كوضوء الرجل سواء بسواء ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تمضمض يأخذ ما بكفه ثم يجعل نصفه لفمه ونصفه الآخر لأنفه هكذا بغرفة واحدة هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ فيقول يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة لكن لو فصل تمضمض أول وبعدين استنشق ثاني بغرفة ثانية ما في شيء لكن السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض واستنشق مرة واحدة عفوا بغرفة واحدة تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمسح الرأس طبعا المرأة الراجح من أقوال أهل العلم أنها تمسح الشعر الذي على الرأس أما الضفائر الضفيرة والجديلة أو كذا يسمونها هذه ليست بواجب مسحها وإنما على السنية لكن تمسح تغسل في غسل الجنابة وغسل الحيض وجوبا يعني المرأة تغسل سائر بدنها في غسل الجنابة والحيض أما مسألة المسح في الوضوء بالنسبة للمرأة تأخذ ماء مبلل بيدها وتقول هكذا تدبر ثم تقبل هذه السنة أو تقبل ثم تدبر هذه أيضا مشروع أو مثلا بعض النساء تقول أن شعري مرتب وكذا ولو أني مسحت شيء تأخذ ماء مبلل وبهذه الطريقة مثلا إذا كانت تفرق شعر رأسها تعمم شعر رأسها كاملا وعموما يعني لو اقتصرت على جزء من شعر الرأس كما كان بعض الأمة يسهل في مسألة المرأة فالأمر في هذا واسع ولله الحمد أهم شيء أنها الأصل تستوعب الرأس لكن إن صار إشكالات عندها أو شيء تمسح بمثل هذه الطريقة بارك الله فيك طيب تفضلوا تفضلهم عبد العزيز تفضلهم عبد العزيز عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهبس علي يا شيخ تفضلي بنتي نحن الدي ولي يتروحها يعني من يحتاجها تطلع تقضى البناتها يديه يطلعها يا شيخ ولا لا يديه نفس الكف ولا يجب أن تغطي وما عند أحد يجيب لها المقاضي والأشياء لا والله ما عندها حق طيب يا عبد العزيز الله يا علي مرحب ومسحن علي السلام عليكم عليكم السلام شيخ كيف حالك حياك الله يا علي الشيخ عندي ثلاثة أسألة فضل سؤال الأول ما مع معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرك من ظل إذا اهتديتم يا أخي الآن طيب سؤال الثاني ما فضل القول لا أحول ولا قوة إلا بالله إن شاء الله سؤال الثالث ما حكم تغطية الرأس للرقل في الصلاة تغطية الرأس أيوة طيب للرقل في الصلاة إن شاء الله يا علي أشكور بارك الله وفيك بارك أبو محمد مرحبا الشيخ كيف الحال هلا وسهلا مرحبا الله يسلمك إياك الله أنا طويل عمرك من هالعين وطلعت اليوم بظبي نعم ورجعت تقريبا على الشاعة أنت لكن ما صليت الظهر السفر أخرت اليوم وصلت العين نعم وصلت طويل عمرك الساعة ثلاث ونصف وقلت بعد بأخرها لين صلاة العصر بصلي مع الإمام بصلي مع الإمام طويل عمرك صلاة الظهر نعم وعقبها بصلي صلاة العصر نعم هل يزيوج أو لا؟ إن شاء الله أبو محمد عندي سؤال هنا تفضل تفضل شو معنات أن تستقسموا بالأزلام وأن تستقسموا بالأزلام إن شاء الله أبو محمد يزاك الله خير مرحب ومسهلة تفضل يا المهدي المهدي راح المهدي يالا تفضل أحمد تفضل يا أحمد تفضل تفضل أنت على الهواء ترام الشيخ مرحب ومسهلة هلأ طيب اخفض التلفزيون يا أحمد عضلين أخوالك تفضل طعمك أقولك الشيخ أنا طالب أمرك راح بوضبي يامن بوضبي والمغرب ما صليت هذه أمس أصلي يوم الجمعة بالليل أصلي الجمعة يصلون صليت اللقش وبعدين صليت المغرب صليت المغرب صليت المغرب بعد العش صليت اللقش قبل صليت المغرب نعم في الطريق وانت مسافر أنا كنت أيام من الحي كنت ونزلت من مطار بوضبي وينا أصوب استمحة منه صلينا الجماعة يصلوا جماعة يصلوا اللقش إن شاء الله أنا واصلت عند من الله كيف بدأ صليت المغرب أبشري أحمد عندك الحياة مرحب 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 تفضلي المهدي وعليكم السلام وعليكم السلام أترك الله على أستاذ يامنا باس حياك الله يا المهدي تفضل أشك بارك تفضل باس خير الحمد لله الله ملكم المهدي ضاع الاتصال بالسلامات الله يحفظك ويبارك فيك إذا اتصلت اسأل مباشرة حتى لا ينقطع الخط من أم محمد أم محمد أم محمد تفضلي لو سبحت الشيخ بقى عندي سؤال تفضلي كنا مسافرين من الفجارة لين أموالقيوين ويوم صليت المغرب جمعوا قصر بعد صلات الفرض المغرب يعني سبحت بعد الفرض سبحت وبعدين رجاء صليت لعشا حين لي وياي قالت لي لا ما يصح ما عرفي صح يعني غلط ما أدري إن شاء الله أم محمد الله يسلم مرحب 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 فضلي فوزية أسألك الله يسألك أسألك أنا على صلاة الإجابة ما للجمعة أي هذه ساعة الإجابة ساعة الإجابة أي شيخ نعم إن شاء الله إن شاء الله أكو صلاة لها سيخ أكو صلاة لها ودعاء قالوا بي إن شاء الله يا فوزية عندك سؤال ثاني يا فوزية لا شكرا شكرا مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر بقي عندي الأخت مؤمنة بالأمس من تركيا طبعا مؤمنة تقول قبل فترة صديقتها سألتها تقول بأن زوجها طلقها للمرة الثالثة تقول صار بينها كلام وكذا قلت لها يعني أنا سمعت إلا ما عقدتم العزم عليه تقول يعني كأني أفتيتها بأن ما في شيء تقول للأسف أنهم يعني الآن متزوجين أم مؤمنة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحفظك ويبعد عننا وعنكم السوء الكلام في مسائل الطلاق ومسائل الحلال والحرام مسائل صعبة جدا وخطيرة ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ويقول جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولذلك جعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله لأن من القول على الله بغير العلم الشرك بالله ومسائل الحلال والحرام خاصة فيما يتعلق بالفروج والأموال العلماء في القديم والحديث يهربون منها وهم علماء شابت لحاهم في العلم رسخت أقدامهم في الملة والدين ما يتجرؤون حتى السلف الصالح كان يطلقون على سعيد بن المسيب بالجريء يقولون هذا عالم جريء قالوا كيف جريء قال يفتي في الطلاق يقول يفتي في الطلاق جريء هذا هذا جريء فكان الناس يتدافعون مسائل الطلاق ولذلك يا أخت الفاضلة أنت عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكثر من الندم وأن لا تعود لمثل هذا أبدا وأن تنصح ممن حولك بأنه لا يدخل في مثل هذه القضايا وقضايا الطلاق أحيانا يا أختي ومؤمنة تأتينا قضيتين متشابهتين صورتهما واحدة لكن المفتي يفتي لهذا بإرجاع زوجته وهذا بأن زوجته ما ترجع له سبحان الله العظيم مع أنه الصورة واحدة ليش؟ هل هذا هوى؟ هل هذا تشهي؟ هل هذا هكذا من المفتي؟ لا وإنما اجتهاد يجتهد في الحالتين يسأل يأخذ تاريخ الزواج وكم مرة حصل طلاق وكم مرة حصل كذا ويدرس القضية الدراسة كاملة لأن قضايا الطلاق قضايا عين وليست قضية يعني ما يصلح الآن الطلاق أن نروح للأنترنت ونضرب نشوف والله يعني نسأل مثلا والله شفنا حالة إذا نفس هذا إذن هذا يجوز أو هذا لا يجوز ما يصلح هذه قضايا الطلاق قضايا عين كل صاحب قضية خاصة للرجل المرأة ما لا علاقة هو الذي يعرض نفسه على المفتي وإذا احتاج المفتي أن يسأل زوجته طلبها للحضور وسألها واستفصل منها وحرص على أن يأخذ كل ما يمكن أن يفيد في مسألة الفتوى وإذا ما اقتنع قال شوفوا غيري أنا أبرأ إلى الله لا تجعلوني جسر لجهنم تعبرون عليه فلذلك أخت الفاضل أبارك الله فيك تنتبهي لمثل هذا الأمر الآخر قضايا الطلاق الصريح مبنية على اللسان وليس على النية والقصد فمدام الإنسان بالغ عاقل يعرف معنى الطلاق وقال الطلاق حتى لو تلفظ به هكذا مزاحا مزح فيه مع زوجته ديقع الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع صاحب الشرع ماذا يقول يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني المزح فيه جد الطلاق والعتاق والنكاح فأي شخص الآن يتلفظ على زوجته به الطلاق لو كان مازح وقع الطلاق وقع الطلاق وليست العبرة بالنية ما دام أنه يعرف هو قال طالق ما قال كلمة غير ذلك قال طالق يقول لزوجته زين وهذا الكلام صدر من بالغ عاقل يعرف هذا المعنى وليس ثم ما يمنع يعني مثلا يمنع أن نحكم عليه مثل كان يكون مجنون أو غضبان غضب شديد وصل إلى مرحلة الإغلاق لأن الرسول يقول لا طلاق في إغلاق خلص وصل مرحلة ما يفرق فيها بين الليل والنهار ولا يعرف بعض الناس عندها غضب شديد ممكن المفتي في هذا الحال ينظر وأحيانا يحلف المفتي هذا لماذا لفساد الزمان لأن كثير من الرجال الذين يطلقون يكذبون يجي عند الشيخ يقول لا والله أنا كذا وكذا 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 يخفي بعض الطلاق لكن لما يجيب المفتي زوجته تظهر الحقيق أكثر النساء صادقات في مسائل الطلاق لأنه تخاف الله عز وجل والزوج حريص إنما عشان زوجته ما تطلق منه ما تروح لأنه تورط تورط في هذه الحالة يقعد يلف ويدور ويلعب على المفتين لكن لما وأنا أقول هذا من تجربة أقول من تجربة لأنني مارست هذا العمل مارسنا هذا الأمر فلما تأتي المرأة تنكشف الحقاء فيا أخت الفاضل أبارك الله فيك طبعا بالنسبة ما يخصك أنت أما ما يخصهم أنا ما لي علاقة هم شأنهم الآن يذهبون إلى محكمة يراجعون مفتي من جديد أما أنت عليك التوبة والاستغفار وعدم العود لمثلي هذا أبدا وعليك التذكير والتعليم وكذا تستغفرين الله عز وجل مما صدر منك أم أمنة طبعا تقول بأن في بلدهم عندهم التقاعد إضافة إلى التقاعد يقول هناك تقاعد فردي عن طريق البنوك يقول يعني هناك مبالغ صغيرة تعطى للشخص تقريبا 25 يضاف إلى مثلا يعني المبلغ وتسأل عن حكم هذا يا أختي أم أمنة والله أنا ما استوعبت المسألة وما تبين لحقيقة فيها شيء ولذلك أعتذر عن الجواب عنها لأني ما أدري والله اختلطت علي المسألة فلعلك تبحثين عن مفتي آخر تبحثين عن عالم آخر عن طالب علم آخر لأن مسائل التقاعد المعروف نعرفه هذا ما فيه شيء دخول البنك أحيانا يجعل المسألة فيها شك لما يدخل البنك في العملية وكذا في الغالب أن البنوك ما تعطيه يعني الشخص لسواد عينه ولا تعطيه لولله مساعدته في الغالب في الغالب أنا ما أعرف بنك والله قليل يوجد ما يسمى بالقرض الحسن مبالغ قليل جدا لكن أنها تدعم بهذه الطريقة ولا تحص الفوائد هذه في الغالب قد تكون الفوائد هذه ببرية على عملية نشاط تجاري مباح وكذا قد يكون أنا ما أدري وقد يكون العكس ولذلك أعتذر عن الجواب أم عبد العزيز بن السعودية تقول بنتهم حادة تقول يعني أحيانا تحتاج أنها تخرج لتأتي بأغراض لبناتها وعيالها تقول بالنسبة للأيدين يعني تغطيهم ولا تكشفهم أم عبد العزيز الله يرضى عليك بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب خمسة أشياء أولا الذهب ما تلبس الذهب والشيء الثاني ما تضع الكحل في العين والشيء الآخر ما تضع الطيب والعطر والأمر الآخر ما تلبس الثياب الجميلة مثل الثياب الحفلات والزواجات وكذا والأمر الآخر ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة الضرورة بالليل شيء مضطر رايح لمستشفى مثلا والحاجة بالنهار الحاجة تروح للدكان تجيب لها غرض وتيجي لأنه ما عند أحد أنا سألت قلت لك ما عند أخوان ما عند أحد تقولي ما عند أحد ما في بأس لكن إذا خرجت تحتجب حجابا كاملا العباية ما تظهر من بدنها شيء حتى إيدينها بارك الله فيك تقولين البنتك بأنها لا تظهر شيء من بدنها علي من عمان يسأل عن تفسيري قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم علي بارك الله فيك هذه الآية كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنكم تقرؤونها وتفهمونها على غير مراد الله أو كما ورد عنه لأن من الناس من أخذ هذه الآية اختطفها من سياقها وضفها توظيف الكسالة توظيف المتواكلين توظيف الأنانيين توظيف الأناس الذين ليس لهم اهتمام بالمسلمين وقال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولذلك التفسير الخاطئ لهذه الآية إنك ما عليك بأحد عليك من نفسك بس هذا التفسير الخاطئ التفسير الصحيح الذي قال هو بكر الصديق رضي الله عنه هو قول جمهور العلماء من المفسرين إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك وهذا في آخر الزمان هذا في آخر الزمان إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه يعني كلمة الإنسان العاقل الناصح الطيب ما هي مقبولة والناس والعياذ بالله يعني يتساقطون في هوة الدنيا وفي ارتكاس مادي خطير وفي أنانية وفي بعد عن الله عز وجل في هذه الساعة عليك من نفسك وهذا ولله الحمد الآن نحن في هذا العصر ولله الحمد الناس ستقبلون شوف ما شاء الله مبارك أسئلة الناس والناس حريصين على الخير شيء عظيم جدا يعني عودة إلى العلم عودة إلى الدين عودة إلى معرفة الحلال والحرام عودة إلى ترتيب الأمور تصحيح المسار عودة إلى ترتيب أحوال الإنسان يعني كانت أمور تخفى على كثير من الناس في قضايا الإرث وفي قضايا الزواج وفي قضايا الصلاة والوضوء وفي قضايا العبادات وفي قضايا العلاقات الحمد لله الناس الآن فيها خير وإذا قال العالم الكلمة استمعوا له والحمد لله والفضل لله ولذلك أخي الفاضل هذه الآية إنما هي لما يأتي هذا الوقت المتصف بمثل هذه الصفات أما الأصل فالأصل الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله ويتناصحون فيما بينهم ويتواصون على البر والتقوى ويتعاونون على الخير يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قل جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون في حراك فيه نصيحة فيه تعاون فيه خير ولذلك النبي عليه الصلاة والله يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا للسلطان للحاكم ومن يستمد سلطته من الحاكم كالجهات التنفيذية أو مثلا الوالد في بيته أو ولي الأمر في محله فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان والله عز وجل يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن قل جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل جل وعلا في كتابي العزيز يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة هذا هو أهل الإسلام بهذه الطريقة يتعاود وعلى الله عليه وسلم ماذا قال قال الدين النصيحة حصر الدين كله في النصيحة قال لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم ولذلك يتنبه الإنسان لهذه الآية وتفسير هذه الآية علي يسأل يقول ما فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله أخي الفاضل هذه الكلمة عظيمة وفضلها كبير ولذلك من أهل العلم انعقد لها بابا في فضلها وذكر هذا النووي والمنذري في الترغيب والترهيب وجمع من العلماء ومعنى لا حول يعني لا أتحول من حالة إلى حالة إلا بالله ولا قوة لي إلا بالله ولذلك هذه الكلمة العظيمة من قالها غرس له غرس في الجنة هذه الكلمة فيها من التوحيد تنضح بالتوحيد والإيمان واليقين بالله عز وجل فالإنسان فيها من التوكل وتفيض الأمر إلى الله وإظهار الضعف شيء عجيب لما يقول إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله أظهر ذل عبوديته أمام عز ربوبية الله عز وجل الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وللأسف بعض الناس يخطي لما يسمع خبر سيء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو تجيه مصيب يقول لا حول ولا لا غلط وإنما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون لذلك الله عز وجل ماذا قال قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك من مهتدون أما لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه تقال في أحوال غير هذه الحال التي أشرت إليها علي يسأل عن تغطية الرجل رأسه في الصلاة أخي الفاضل تغطية الرجل رأسه في الصلاة من تمام الزينة من تمام الزينة التي أمر الله عز وجل عباده بها بقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولذلك من تمام وكمال الزينة أن الإنسان يصلي وقد وضع على رأسه شيء طاقية أو شماغ أو غترة أو عمامة أو عصابة مثلاً أو أي شيء من الأشياء التي يتجمل فيها الرجال وهي ليست من شروط الصحة وليست من شروط الوجوب وليست من هذه الأمور وإنما هذا من تمام الزينة ولو صلى الإنسان حاسراً عن رأسه صلاة صحيحة ولله الحمد لكن الأكمل والأفضل والأحسن والأولى بالإنسان أن يضع على رأسه شيء أبو محمد يقول أنا من العين رحت أبو ظبي ورجعت يقول ما صليت الظهر وقلت أنتظر صلاة يعني وصلت يقول ثلاثة ونص قلت لا خليني أصلي مع الإمام حتى أصلي مع العصر الظهر وبعدين العصر يقول ما حكم هذا العمل أبو محمد أسأل الله أن يزيدك حرص ويبارك فيك عمو من أخي الفاضل ما كان ينبغي لك أن تنتظر الإمام لأن أنت لما وصلت إلى العين رجعت إلى بلدك وبيتك وكان الواجب عليك مباشرة أن تصلي الظهر قبل ما يدخل وقت العصر ولا يجوز لك يتأخر وقت الظهر إلى وقت العصر لأنك الآن أصبحت مقيم أصبحت مقيم ما تجمع الصلاتين ما تجمع بين الصلاتين فكان الواجب عليك أن تصليها مباشرة لو قبل أذان العصر بخمس دقائق أو أربع دقائق صليتها مباشرة عموما ما مضى مضى لكن مستقبلا تنتبه لهذا الله يرضى عليك أنت الآن لو صليت في الطريق بين أبو ظبي والعين صليت ركعتين ركعتين ودخلت العين والعصر ما أذن خلص صلاة العصر ما تجب عليك لأنك صليتها في الطريق بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن كونك تقول لا أنا ما صليت الظهر ودخلت الديرة وأقمت دخلت بيتك كان الواجب عليك أول شي تسوي قبل ما تنزل شماقك وغطرتك وعصابتك أنك تصلي الظهر أول شي تسوي وأول اهتمام تهتم فيه تصلي الظهر لأن وقتها معك ما تنتظر إلى وقت العصر عموما مستقبلا تنتبه لهذا الله يرضى عليك أبو محمد يسأل عن معنى الاستقسام بالأزلام يقول ما معنى الاستقسام بالأزلام أخي الفاضل هذا كان مما يفعله المشركون ومن أعمال الجاهلية وأن الاستقسام بالأزلام كان عندهم بعض الكهان أو الكاهنات يستقسمون بالأزلام من حيث التطير والتشاؤم أو النظر إلى ما ينفع وإلى ما يضر وهذا اعتقاد بعيد عن توحيد الله وبعيد عن الإيمان بالله ولذلك يضعون أسهم مثلا سهام مثلا يضعون سهام ويخلطونها ثم يخرجونها هذه يسمى استقسام بالأزلام مثل قصة يقولون كما في السيرة أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم اعترضت عليه بعض رجالات قريش وصارت مشكلة بينهم فقال إن رزقنا لعشر من الولد لا أتقدم النبي واحد منهم قربان إلى الله وجاه ما شاء الله عشر من الولد وكان أحبهم إليه عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام فكلما وقع السهم بدأ يستقسمون بالأزلام شوف الشيطان كيف يحرص فكان السهم يقع على عبد الله المرة الأولى والمرة الثانية وجنة جنون عبد المطلب يقع على ابنه ثم بعد ذلك بدأت مسألة الله أنه يفدى بمئة من الإبل وشيء من هذا القبيل هذا من أعمال الجاهلية ولذلك قال جل وعلا أن تستقسموا بالأزلام هذا من أعمال الجاهلية والحمد لله اللي نجى أهل الإسلام من هذه الأعمال أحمد بارك الله فيه يسأل يقول بأنه جاي من أبو ظبي في صلاة المغرب يقول أنا ما صليت يعني يقول أنا في الطريق يقول جاي من أبو ظبي يقول صليت المغرب وجدت جماعة يصلون العشاء صليت معهم ثم بعد ذلك صليت المغرب بعد ذلك أخي أحمد أولا اطمئن بالنسبة لصلاتك إن شاء الله صحيح مستقبلا يا أخي أحمد عليك بالترتيب بين الفوائد بين الفوائد لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق من شدة الهول اللي حصل صلاها بعد المغرب بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء قال العلماء وهذا دليل على وجوب الترتيب بين الفوائد فأنت مسافر دخلت الآن مثلا تقول أنت ما صليت المغرب ودخلت مسجد في الطريق محطة ولا شيء وجدتم صلون العشاء أدخل معهم العشاء بنية المغرب يمكن تقول لي كيف الآن اللي يصلي إما أن يصلي صلاة مسافر وإلا يصلي صلاة مقيم إذا كان يصلي صلاة مسافر ركعتين تصلي معه ركعتين العشاء بنية المغرب وإذا سلم تقوم تجيب ركع المغرب زين وأما إذا كان يصلي صلاة مقيم العشة أربع ركعات تدخل مع العشة بنية المغرب وإذا جاء في الركعة الثالثة وقام إلى الرابع أنت خلك جالس تجيب التحيات وتسلم ثم تقوم تكمل معها الصلاة إن أدركت بحيث أنك تصلي معها صلاة العشة وإذا ما أدركت تصلي لوحدك هذا مستقبلا يمكن يقول واحد طيب أن تفتي بهذا كيف ما أبطلت صلاة الرجل هذا ما نبطلها لماذا لأن المسألة خلافية ولذلك من أهل العلم من يذهب إلى أن من أدركت الصلاة الحاضرة وجب عليها أن يصليها فأنت أدركت العشة قالوا يصليها صلي العشة وبعدين يصلي الفائت هذا قول ولذلك ما نستطيع مدام المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع ما نستطيع نبطل شيء مضى مثل صلاة أخونا أحمد نقول له صلاتك صحيحة لكن مستقبلا تنتبه لأن الترتيب واجب بينه الفوائد بارك الله فيك بعض العلماء يقول يصلي الصلاة الحاضرة معهم ثم يقوم يأتي بالفائت ويأتي بالعشة مرة ثانية وأعتقد هذا فيه مشقة ودين مبني على اليسر والسماحة ورفع الحرج وقاعدة الشريعة العظيمة المشقة تجلب التيسير فضلوا فضل عبد الرحمن والسلام عليكم عليكم السلام مرحبا عبد الرحمن عندي سؤال فضل عندي ولد أخوي يتزوج بنتي لكن أمي مرضعتنا هل يجوز أم لا يجوز ولد أخوك أنا يتزوج بنتك أنت أنا والوالدة رضعت من رضعت ولد أخوي يعني صار أخوك أنا طيب أخوك ما يأخذ بنتك رضعت خمس ولد أخوك طيب ولد أخوك الآن هو رضع من رضع يعني ولد أخوك رضع من أمك أنا يعني صار أخوك أنا أخوك من الرضاعة أنا كيف تزوج ابنتك؟ خمس رضاعات يا عبد الرحمن؟ أو خمس رضاعات رضاع خمسة؟ لا كم؟ ثلاثة الوالدة تقول ثلاث؟ نعم بتأكد الوالدة أو شاكة؟ متأكد نعم متأكد طيب أنا بفصل لك إن شاء الله بعد شوي إن شاء الله ما رحب عبد الرحمن المسلطان عليكم السلام أقول خلاص نحن أن صالعين خواتيم دائما قبل العصر فهم يقولون هل يجوز أن يصلون العصر مع المغرب؟ لأن يقولون الطريجة يعني لنصلون المطار يمكن المغرب يخطون فعلا يعني يجمعون العصر مع المغرب؟ أيها لها ما ينجمعي طيب إن شاء الله يوم سلطان مرحبا مسهلا ريم ياريم نعم أخفض التلفزيون الله يرضى عليك تمام تفضلي سلام عليكم خفضت التلفزيون أول؟ نعم يلا وعليكم السلام عندي سؤال فضل تستجاب فيه الأدعية إن شاء الله بس السؤال هذا؟ نعم إن شاء الله أبشري ما أسمع؟ أم بدريس السلام عليكم عليكم السلام ألو تفضل يا أمدريس السلام عليكم السيد خفضت التلفزيون يا أمدريس في أخاني ألو ألو يا أمدريس اخفض التلفزيون الله يرضى عليك فه هذا النتيجة دائما أنبه إخواني لا يعني التلفاز يخفض ويسمع من الهاتف بعدين تسمعوا من التلفاز لأنه يسبب هذا مشاكل تفضلوا طيب طيب أم محمد من الفجيرة تقول كنا مسافرين من الفجيرة إلى أم القوين تقول صلينا المغرب والعشاء تقول بعدين بعد صلاة المغرب تقول قعد تسبح تقول أنكرت علي وحده قالت لي لا ما يصلح تقول ما الحكم هي صادقة يا أم محمد هي صادقة النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين ما سبح بينهم لا تسبيح ذكر ولا تسبيح صلاة لأن السنة تسمى سبحة أيضا أو سبحة فلذلك الإنسان إذا صلى وجمع في السفر ما في حاجة أن يقعد يذكر الله ويسبح ما الفائدة من القصر وش الفائدة من القصر والجمع إذا كان الإنسان بعد الصلاة الأولى يقعد يسبح ويهلل ويجيب التسبيحات ويقوم يصلي السنة ما الفائدة يكمل صلاته أفضل هذا المعنى فهمت يا أم محمد الله يرضى عليكي ولذلك اللي قالت لك معه حق لكن صلاتك صحيحة ما أحد يقول أن الصلاة باطلة أبدا يعني لو أفترض الآن واحد مسافر صلى المغرب وقعد يسبح ويهلل وجاب ركعتين ما نقول بأن الصلاة باطلة صلاة صحيحة لكن أخطأ خالف السنة خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة أغلب الناس يجهلون هذا حتى كثير من طلبة العلم يخفى علي مثلا هذا الأمر يقعد يسبح ويهلل بعد الصلاة الأولى مثلا لا ما ينبغي صليت المغرب وصليت العشاء إذا حبيتي بعد العشاء جبين الوتر تقومين توترين والحمد لله فوزية من العراق تسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة تقول هل فيها الصلاة أختي فوزية الله يرضى عليك بالنسبة لساعة الإجابة هذه من خصائص يوم الجمعة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه والعلماء في أقوال تصل إلى أربعين قول حاصلها قولان القول الأول أنها من صعود الإمام على المنبر إلى نهاية الصلاة قالوا الساعة هذه طبعا الساعة ما هي ستين دقيقة ليست ستين دقيقة لا وإنما ساعة لحظة لحظة يسيرة جدا هذا المعنى الذي يفسره العلماء ليست طويلة ولذلك يقوله مثلا إذا دع الإمام على المنبر وقال المأموم آمين المأموم يقول آمين لعله يوافق ساعة إجابة ولو دعا في الصلاة في السجود مثلا لما يصلي ويدعوه في السجود لعل الله يستجيب له هذا القول الأول القول الثاني وهو الأرجح أنها من بعد صلاة العصر إليه المغرب هذا الوقت كله محل الساعة لكن وينها الله أعلم ولذلك كان بعض العلماء إذا صلى العصر جلس المسجد يذكر الله عز وجل ويدعو كذا يطلب هذه الساعة ويعني يرجو موافقتها يرجو موافقتها لأن لحظة يسيرة يعني ممكن تكون دقيقة أو نصف دقيقة مثلا فيهتبل هذه الفرصة للدعاء وبعض العلماء يقول كلما يعني قرب نهاية اليوم فإن هذه ما ظنّت الساعة يعني قبل غروب الشمس بقليل طيب كيف يقول يعني كيف يقول العلماء بأنه بعد العصر والرسول قال وهو قائم يصلي قال العلماء أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها بعد صلاة العصر هذا أحد الأحاديث والثاني الدعاء يسمى صلاة فيقال فلان في لغة العرب فلان يصلي هو يدعو قاعد يدعو قالوا فلان يصلي لأن الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء فمقصود وهو قائم يصلي يعني يدعو هذا المعنى بارك الله فيك وهي ليست لها صلاة خاصة مثلا ما لها صلاة بارك الله فيك عبد الرحمن من الشارق يقول ولده أخوي تقدم لخطبة بنتي يقول الولد هذا رضعته أم أم عبد الرحمن يقول يصير زوجة بعدين صار نقاش الوالدة تقول ثلاثة رضاعات وشيء من هذا القبيل عبد الرحمن الله يرضى عليك ولد أخوك هذا كما أنك أنت الآن عمه هو أخوك الآن من الرضاعة أنت الآن عمه نسبي صار أخوك من الرضاعة إذا فعلا الوالدة رضعته الرضاعات بالشروط الشرعية طيب ما هي الشروط الشرعية شرطان الأول أن يكون في حدود السنتين هذا قول جمهير أهل العلم والثاني أن يكون خمس رضاعات فأكثر في قول في القول الراجح من أقوال أهل العلم في قول آخر قالوا ثلاث رضاعات يحرمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قال العلم عليه فالثالثة فالثالثة تحرم ولذلك يا عبد الرحمن الله يرضى عليك يبارك فيك أنا أنصحك نصيحة ولا أفتيك فتية أن تبتعدوا عن يعني الزواج هذا أما وقد قيل الوالدة قالت بأن أرضعته والآن والدة تقول ثلاث رضاعات احتمال ثلاثة احتمال خمسة ما تدري يعني الوقت طويل الآن يعني الولد أكيد عمره في العشرينات فمن الصعب جدا أن الواحد يتذكر أحيانا فما دام في شبهة الإنسان ماذا يفعل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذه نصيحة وليس فتوى إذا أردتم فتوى لازم تراجعون المحكمة ولازم القاضي يسأل الوالدة سؤال دقيق جدا ويجيب يسأل بعض أفراد العائلة لأن مسألة خطيرة هذه لما جاء الرجل إلى النمسلم وقد تزوج امرأة طلعت لهم عجوز في المدينة قالت أنا كيف تتزوج هذه وأنا مرضعتكم اثنينكم فالرجل قال يا رسول الله هذه امرأة كبيرة وكذا يقول كبيرة فقال الرسول أما وقد قيل أما وقد قيل خلاص دخل الشك الآن ولذلك العيال هذول فيما بعد ما يرتاحون في حوادث موجودة يا عبد الرحمن كثيرة أنا مطلع عليها يعني تكدرت الحياة في آخر العمور في قصدي في بعد الزواج وكذا وصار شكوك ودخلهم ويمكن ويمكن فالإنسان مثل ما قال النمسلم فمن اتقى الشبوات فقد استبرى لديني وعرضه هذا اللي أنصحكم فيه بارك الله فيك أم سلطان تقول بأن خواتها طالعين من تايلند وتقول مسافة طويلة إلى المطار وشيء من هذا القبيل تقول يعني ممكن يجمعون المغرب مع العصر حتى ما يفوتهم لا يوم سلطان الله يرضى عليك المغرب ما تجمع مع العصر العصر تجمع مع الظهر والمغرب مع العشاء ما هي يصير المغرب تجمع مع العصر أهم شيء هم يصلون الآن الظهر والعصر صلوه ولا لا إذا صلوا الحمد لله بالنسبة للمغرب في الطيارة وإذا ما استطاعوا في الطيارة إذا وصلوا بيتهم يصلون المغرب والعشاء الحمد لله المغرب ثلاث ركعات والعشاء ربع ركعات إذا جوا هنا وإذا استطاعوا في الطيارة طيب ثلاث ركعات المغرب وركعتين العشاء ريم من أبو من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما هي أكثر الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ريم الله يرضى عليك يبارك فيك يزيدك حرص الدعاء شيء عظيم تشكرين على هذا السؤال ومهم جدا أن المسلم دائما يسأل عن مثل هذه القضايا العظيمة التي أحبها الله عز وجل وأرادها ودع عباده إليه ولذلك يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله عز وجل يسمع أصوات العباد على اختلاف اللغات واللهجات لا تختلف عليه الأصوات ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وهذا وعد من الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة ومن المهم جدا أن الإنسان في دعائه أولا أن يخلص النية وأن يصلح الطوية وأن يكون دعائه لله هذا واحد الأمر الثاني ألا يشتمل الدعاء على معصية أو إثم أو قطيعة رحم الأمر الثالث ألا يشتمل الدعاء على ألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا مهم كثير من الناس للأسف عندها أدعية لكن مخلوطة ببدعة ويقول ما يستجاب لي أنه يستجاب لك وأنت خلطتها ببدعة الأمر الآخر ما يتعلق بقضية استحضار القلب للدعاء يعني بعض الناس الآن يدعوا قلبه لاهي بس فقط رافع ديه هو جسم هكذا جسم داعي لكن قلبه بعيد لا يستحضر معنى ما يدعو والأمر الآخر الدعاء ينبغي للمسلمين أن لا يهمل وقت من الأوقات في الدعاء فجميع الأوقات زمان للدعاء ما في وقت يقول ما تدعو فيه كل الأوقات محل زمان للدعاء الأمر الآخر ما يتعلق بالدعاء الأوقات التي هي مظنة الدعاء أولا في السجود هذا أفضل هيئة للإنسان يدعو فيها لله عز وجل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم السجود الأمر الآخر قبل السلام من الصلاة بعد التحيات الأدعية الواردة في هذا الأمر الآخر في الثلث الأخير من الليل لأن هذا وقت النزول الإلهي نزولا يليق بجلال الله وعظمة الله إلى سماء الدنيا فينادي ربنا جل وعلا وتقدس هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وذلك كل لينا الأمر الآخر في حالة المرض إذا مرض الإنسان يدعو فالله جل وعلا يقول أم يجيب المضطرة إذا دعاه في حالة الإضطرار والمرض الله عز وجل استجيب للمشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وأوقات كثيرة بارك الله فيك يعني ممكن أنك يعني تراعينها وأيضا تطلبين مضانها لأنها بإذن الله جل وعلا سبب من أسباب الإجابة انتهى الوقت تعتذر عن الإطالة أشكر الجميع ألتقيكم غدا بحول الله وقوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اشتركوا في القناة